أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة الربعية حول إدلب في الخامس من مارس المقبل وتجمع القمة أردوغان ونظيريها الروسي فلانيمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكارو وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكان ماكارو قد دعا في وقت سابق لعقد قمة حول سوريا بهدف وقف المعارك في محافظة إدلب وتجنب أزمة إنسانية